طيب مباراة العودة يوم للثلاثاء المقبل بعد غد ان شاء الله على استاد القاهرة الدولي بين الاهلي وسيمبا التنزاني نتيجة لقاء الزهاب 2-2 وشرحنا وتكلمنا في التفاصيل المتعلقة بقاعدة احتساب الهدف خارج الارض بهدفين والناس هلاس بقيت فهمة وعرفة التفاصيل المتعلقة بلوايح ونظام البطولة ولكن الشي اللفت للنظر ويمكن بتجلي رسال كتيرة سواء على تويتر او على فيسبوك من جماهير النادي الاهلي ليه الاهلي يلعب يوم الثلاثاء وسط الاسبوع الساعة خمسة؟ ازاي الاهلي يوافي ان يلعب مطش في تويت زي ده؟ المفروض الاهلي هو اللي بيحدد معاد المباراة العالف دورة عبطال افريقيا لما بيلعب بيختار يوم جمعة او يوم سبت وبيلعب الساعة 9 بالليل بصوا عشان هم بس تبقى واضحة لكل الناس دورة عبطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية شيء والدورة الافريقي شيء تاني خالص هنا الاتحاد الافريقي بيشرف على البطولة من ايه تزد؟ هنا الاتحاد الافريقي بيشرف في الدور الافريقي في نقاط محددة ليس له علاقة بتوقيت المباراة ليس له علاقة بمواعيد المباراة ليس له علاقة بتفاصيل كتيرة او في البطولة الاتحاد الافريقي بيشرف على ثلاث حاجات وانا شرحتها قبل كده تعيين الحكام الأمور الاندباطية أو القرارات الاندباطية في حالة خروج عن النص في بعض المباريات وكشف المنشطات فقط طيب ليه الآن ديها بتحددش الموعيد لأن فيه شركة شركة إيطالية وإحنا ذكرنا اسمها قبل كده في كذا مناسبة هي مضي عقد مع الاتحاد الإفريقي مع الاتحاد الدولي وعقد شراكة هي اللي بتشرف على تنظيم البطولة هي اللي بتحدد موعيد المباريات هي اللي بتحدد الأيام اللي بتتلاقي فيها اللقاءات لأن الناس كلها باستغربة بقى الأهل يلعب في إفريقيا بالليل ويجي في القائرة يلعب بالنهار ده احنا كنا بنقول في دورة أبطال إفريقيا هلنلعب بالليل وبرا بنطلع بالنهار في ليه ما اللعبش بالليل هي الآن تعكست ليه فالقرار هنا مش قرار الأهلي طب أزدكم من الشعر بيت النادي الأهلي حاول مرارا وتكرارا تغيير معاد لقاء العودة أمام سمبا والنادي الأهلي بناء على طلب من مرس الكولر على فكرة كمان يعني كولر أصلا المعاد شايفه مش كويس الساعة خمسة فهطلب حتى المعاد يتغير ولكن فيه شركة هي اللي بتنظم البطولة يا جماعة شركة محددة موعد المباراة كلها بدليل ماتش مازينبي والترجي الشركة ما كانتش عارفة تاخد تأشيرات عشان تدخل الكونغو الدموقراطية فخدت قرار دايركت على طول مع الاتحاد الإفريقي بناءل المباراة لتنزانيا ناءل المباراة لتنزانيا رغم أن المفروض ده ملعب مازينبي المباراة نقلت دون الرجوع لفريق مازينبي لدرجة حتى أن الترجل تنسي اتفاجئ بالقرار بخطاب لما وصلوا من الاتحاد الإفريقي طيب الماتش لما تنقل هيتلاقي بالساعة كام كان معاده أصلا لو هيتلاقي في الكونغو الدموقراطية الساعة 3 الساعة 3 النهاردة الماتش هيتلاقي بالساعة 6 الموعيد دي الاتحاد الإفريقي أو الشركة المنظمة هي اللي بتحددها الاهلي كان طلب عايز يأخر أو يأجل معاد لقاء العودة مع سينبي هيتلاقي بالليل شوية اتقلك لا مش هينفع لأن في مباراة تانية هتتلاقي بالليل الساعة 8 بتوقيت القاهرة ما بين مامولي دي سانداونز مع بيترو أتلتكو في جنوب أفريقيا يعني هم عايزين سانداونز يلعب في جنوب أفريقيا الساعة 8 بالليل هم اليوم ترتيبات معينة في توقيتات المباراة لا علاقة بأمور تجارية وتسويقية وجهة نظرهم هم اللي بينظموا هم المسؤولين عن تنظيم البطولة لكن أنا عايز أأكد لجماهير الأهل اختيار المعاد ليس اختيار الجهاز الفني ليس اختيار النادي الأهل مامولي دي سانداونز كان عايز يقدم ويغير معاد مباراة اترفض الطلب الهل كان عايز يغير موعد لقاء سينبا اترفض الطلب الوداد وإنيينبا كان فيه معاد عايزين يغيروه اترفض الطلب في طلبات من أندية تانية غير الأهل عايزة تغير الطلبات كلها ترفضت لأن القرار الأول والأخير لتحديد موعد المباراة قرار الشركة المنظمة للدوري الإفريقي وبالتالي كل الأندية بتحترم هذه القرارات طالما قرارات نهائية والليحة بتنص على ذلك الليحة بتنص على ذلك لأن في النهاية فيه دستور بيحكم العملية التنظيمية وهي ليحة بطولة الدوري الإفريقي ليحة من 40 ورقة 40 ورقة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية لدرجة حتى تألف أحد بنود الليحة لو حصل اختلاف في ترجمة نص ما في الليحة بنرجع للنسخة الإنجليزية فالناس مستيبة أي حاجة للصدفة فخلاص ماتش الأهل وسيمبا يوم الثلاثة هيكون الساعة خمسة في وسط الأسبوع بالنهار ولكن أتمنى أتمنى من جماهير النادي الآلي أن هي يعني تشارك في حجز التذاكر تحضر المباراة بكسافة إدارة الأهل بتبزل مجهود كبير جدا 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 عشان الساعة الكاملة فده جانب كان لازم أتكلم عليه النهاردة لأن أنا مبارح وأنا بتكلم مع الناس على تويتر والناس بتسأل على معادة المباراة والبطولة أول سؤال الناس بتسأل ليه جماعة نلعب الساعة خمسة فكان ضروري النهاردة أطلع واشرح للناس التفاصيل دي والأهل يحاول ولكن في النهاية أنت عندك شركة هيلة بتدير وهي المسؤولة عن التنظيم وبالتالي لازم لأن ده كلها بتخضع لهذه القرارات التنظيمية فالمباراة إن شاء الله الساعة خمسة وهيتقرر الأمر إن شاء الله أنا أتخطى سينبا وهلعب ساندونز هيتقرر الأمر لما نروح مرحلة دور نصف النهائي يعني نفس المسألة عنلعب مع ساندونز بالليل في جنوب إفريقيا وعنلعب معهم بالنهار هنا في القاهرة فنعود نفسنا على الأمور دي لغاية لما البطولة تقلص على خير إن شاء الله خلال الفترة اللي جاي